مرحباً أصدقائي واليوم رجعت لكم بفيديو جديد من فيديوهات تحضير لامتحان الـ B1 وحنكمل اليوم إن شاء الله بسلسلة منلشة بقوفونك تايرتسفاي واللي هي بلد بيشخايبونك طبعاً هذا الفيديو الرابع مش الثالث الرابع اللي أنا نزلت عن الموضوع هذا موضوع البيلد بيشخايبونك طبعاً بيجيك بالامتحان أنت منلشة بقوفونك تايرتسفاي بيجيك أنت صورة وبيقول لك الفاحص فسينزي أوف ديم بيلد شو شايف أنت بالصورة وانتبسس إيا ما ينوك تاتسو ونشورة يكتب الموضوع هذا إذا عندك تتجارب أو خبرة بهذا الموضوع أو تطلع تعمل رياضة بالجبال أو أي إشي مشابه بالضبط أنا هاي الصورة أخذت من امتحان بي أينس وعشان هيك مش واضحة كثير لأنه عملت لها تصوير والموضوع اليوم هو شبورت ان ديم بياغن نتعمل رياضة في الجبال فخلونا هلا نحل السؤال مع بعض وبحاول بشرح لك أنه كيف تحل هذا السؤال وكيف تجاوب عليه بأحسن طريقة بحيث أنك أنت تأخذ مية في المية في الامتحان بالضبط أبل المبدأ بالحل أصدقائي رجاء الاشتراك في القناة ووضع أعجاب وكتب رأيك في التعليقات تحت إذا عجبك الفيديو أو لم يعجبك يعني بحاول دائما أحسن من المحتوى فاكتب لي اقتراحات حتى وكيف أحسن المحتوى وإذا عندك أي مشاكل في اللغة الألمانية كتب ليها تحت بالتعليقات ممكن أقدر أساعدك فيه وأعمل فيديو عن الموضوع وفخلونا نبدأ بالحل مع بعضها لأصدقائي بالضبط في جيك بالامتحان بعطيك الصورة المصح الفاحص بالامتحان والفاحصة بعطيك الصورة وبتقول لك بزي هنزي أوف ديم فوتو هون بتبلش بتبلش مثل انت شو شايف بالصورة هسا انت شايف هلا رجل لابس منطرون لابس كنزة حاط على ظهره شنطة شنطة الظهر شايل في إيده عصايتين بعد هذا الشخص فيه شخص ثاني واقف جنبه في عنده كون جبال في عنده كون السماء فيه غيوم بالسماء شايف انت الشمس طلع فبتبلش توصف الصورة انت تقول اف ديم بلد زي ايش ايش اي من من انو انا شايف بالصورة رجل اي تخيك اينا بعيقة هوزة انو لابسه بانطرون بتسفط هذا البانطرون الصيفي بكون قابل للتسفط وهو خفيف جدا وانت اين براونيس تي شيرت ونو لابس كنزة بنية اوف زي نمغوكن تخيك اي اينا روكساك وانو علش على ظهره هو شايل شنطة الظهر اي هات زفاي شفاتسة شتوكة ان دي هند انو ماسك بييده هو عصايتين اي است كروس فلايش است اي نوح نيش سو عالد انو هون بن علي كبير بالعمر بس مو كثير يعني مش ختيار كثير انتا ديم من شتات اينا وايتغا پيرزون انو بعد هذا الرجل في شخص ثاني واقف جنبا بعد منا ايش دانك اي است اينا فخاو توقع انو هو امرأة لانو هي لابسة كنزة زهرية وانو من ايما متزاين افخاو تزامن است لانو الرجل دائما هو مع زوجته انو في الخلفية انه مبين انه الرجل ماشي كثير هو الفعل تبعية المشي في الجبال فمبين عليه انه الرجل هذا ماشي كثير في الجبال عام الفندن لهذا السبب هو مبين تعبان يعني مش ضروري تشوف انت يعني مبينه اذا شخص بيمشي كثير في الجبال فحيتعب فمبين تعبان اشكل هابا ديام من مش تايتفاستخين كان توقع انه الرجل بدو شي يشربو اه است دوستيش انه هو عطشان فعل عطشان بالضبط اصدقائي بس صور انا كاتبه كثير هلا هذا هذا ممكن ما بتحتاجوش ابدا ممكن تتكلم لهنا والفاحس والمتحان بيقولك كفي شتوب يعني مش بحاجة اكثر انت فانا كثرتلك الكلام عشان ازجيت نفس الصورة او صورة مشابهة انت بتعرف تجاوب على هذا السؤال وتاخذ علامة مية في المية انا حاطلك هلا الكلمات الصعبة في لون ثاني عشان ستجيلها عندك عالدفتر حتى هي وتتدرب عليها ممكن انت عندك كلمات ثانية حتى وصعبة وحاول كلها تسجيل على الدفتر وتحفظها وصم يعني تحفظها بحيث انه اذا اجت الصورة فورم تتكلم مش بداعي تفكر كثير فبنحل هلا السؤال الثاني بيقولك فاصص ايا ماينو داتسو يعني السؤال دائما بيجي بصياق ثانية حتى وزيتواتسيون وما زيتواتسيون اشياء ثانية بس دائما هو المغصى من هذا السؤال انك انت شو رأيك بالموضوع هذا عندك تجارب الموضوع بتعمل رياضة بتروح عالجبال يعني دائما توصف رأيك فانا كيف اوصفت رأيك بالموضوع هذا كل ياتو ميه غفيلت اس زي جود اندين باقن تسوف اندان انا بيعجبني كثير الذهاب ال الجبال هذا المشي في الجبال واند اشفولتو شوان ايما مال اينا اوسفلو ماخان انو انا دائما كان بدي اطلع انو اطلع رحلة في هذا المجاب الجبال فاطلع رحلة بالجبال اشوف اند دنس زيار شبانا اند بشوف هذا كثير ممتع انا حاط لك الجملة كله بلون ثاني عشان تحفظها ودائما تقولها مثل ما هي هيك اما لايضا قيبت اس انديني ماينيس هاوز اس كان باقن كان باقن انو للاسف جانب بيتي مفيش كثير جبال باقن فلايش ام بعد ايش نكستس يا مت مايني فخاو و ميني كيندان اندي باقن واندورت واندان ربما السنة الجاية بذها مع زوجتي ومع اطفالي الى الجبال ونعمل هنيكا فاندان هو المشي في الجبال بضبط اصدقائي مثل ما قلتلكون هذا هو حل هذا السؤال الوصف الصورة في انديان باقن شبوت انديان باقن شبوت انديان باقن فبضبط اصدقائي مثل ما قلتلكون هذا النص انا اكلمته كثير كبير ممكن ما بحتاجوش كل انتو بس حاولت تدربوا عليه عشان اجت صورة مشابهة بتعرفوا تحلوا هذا السؤال بضبط اصدقائي بضبطون رأيكم في الفيديو في التعليقات تحت وشوفكم في فيديوهات اجتيدة باي باي موسيقى